السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو هنأخدس الرياضيات للصفة الرابعة. ماتماتيك دورتون جيسنف. وصلنا عن درس الدي اتغي فيري يي سون ما. يعني عرض المعلومات اللي تم الحصول عليها. طبعا من خلال الاشكال البيانية اللي اه تعلمناها واخدتها طبعا السنة الماضية اخدتها مثل هي. وهي السنة ساتضافو لكم فقط. هنلاق عنا جديد اللي هو هذا الشكل اللي هو اغاش شماسي. اغاش شماسي. يعني بدلين ما احط مسلا هون اه متل ما شايفين هون سيكلك طابلوسو دورت ا يرمي باش ارانجي مسلا. دورت بي وطوز ارانجي دورجي ويرمي ارانجي دورت د يرمي باش ارانجي. هدو هاد اسمه اه سيكلك طابلوسو من من بنعمله متل الشجرة متل الشجرة هيك. الدورت اه بنكتب تحته اه بنعمل سهم تاني بنكتب يرمي باش ارانجي دورت بي مسلا دورت بي وطوز ارانجي دورت جي يرمي ارانجي كمان نحط دورت جي وبي خلال من خلال مربع او مستطيل ومنحط كمان سهم تحته بنكتب يرمي ارانجي يعني نفس المبدأ بتوقع سهل وبسيط ما في داعي كثير انفوت بتفاصيل. اه قبل ما نبلش الدرس في عنا اه بالدرس الماضي اه كان في عنا خطأ هون. اه هذا شكل غرافيغي. شكل غرافيغي انا اه رسمت لكم هون رسمات اللي هو ما لازم يرتسم الرسمات. الرسمات هذا اسمه نسني اه طبلوسو. نسني طبلوسو. اه مثل هذا هيك. انا انا كان قصد مثل هات. هذا هو اسمه نسني طبلوسو. اه انما الشكل غرافيغي بدنا احط رمز تحت. ومن خلال هالرمز هذا نكتب هالرمز لشو يعبر. مثلا هلا انا رح اقول هير اه يلدز مثلا يلدز. مثلا يلدز. شكلي بش تيلة جوسترير. يعني كل نجمي بدل على خمس ليرات. بنجي مثلا على الكرطاسية. كرطاسية اون بش تيلة. اون بش تيلة فيها كم بش? فيها اتش. تمام? فمنعم تفينهلك ح indispensacher 3 يلدز. تمام؟ اذا فمن جميع نسع ComputASSية 3 يلدز. وانةحت كاتب هير يلدز.Her يلدز.t�� هير يلدزü شكلي 5 تيلة جوسترير. معنى 5 ...10.15 معنى كرطاسية disagree Bloomberg ب Ariel شحيبيم بشرف 15. schooling اغريق مرح على을 كانتين بشرف 30. 30 فيها كم بش? فيها الـ 30 فيها 6-5 يعني 6 يلدز 1 2 3 4 5 6 6 كلها دي 5 وصير 30 لرا 10-35 7 1 2 3 4 5 6 7 وحاني كمبار 10 لرا 10 لرا فيها كم 5 فيها 2-5 يعني يلدز بها الطريقة هي مو متل ما رسمنا الرسم نبارجع بأكد الرسم ما اسمه شكل غرافيغي اسمه ناسني طابلوسو ناسني طابلوسو طيب هلأغ نجي على التمرين الأول هون هون عندي عدد طلاب أو هيك شي يمكن عم يقول لي عملوا بشيتيلي طابلوسو الشخطات هدون هيك تمام شيتيلي طابلوسو وعملوا ب السوتون غرافيغي هذا السوتون غرافيغي أنا مشان ما يصير وقت الفيديو كتير طويل حضرت كل شي وبس ضال بس نحط الأرقاب مثلا قهوة رنجي عم يقول رفقاتك شوف رفقاتك اللون عيون قهوة رنجي البنة مثلا نقول شو منسوي مثل ما تعلمنا هيك أو بالميل ما بتفرق رح أنا ارسم مثل ما هني رسمين طبعا الخطوط الميلي هيك فقط أربعة وبحط خط عليهم هيك بصيره خمسة تمام أكتر من أربعة ما بصير وأكتر من خط بالعرض ما بصير إذا إذا بدي حط خط لغ بحط هون جنبه تمام أربعة ثانيات وخط بالعرض إذن هاي بش يشيل خلينا نقول مثلا اتش بير ايكي اتش اللي لو نعيون مثلا ما في ألط بير اكي اتش دور بش ألط تمام هيك بها الطريقة هاي الى اللي هو العسلة لو نقول اتنين مثلا بير ايكي تمام فأنا عملتون هيك بتشيتي لأه طابلوسو هلأ بدأ انقل هاي المعلومات للستون غرافيق طيب نجي على هون عندي كهوز يشيل ماذي الى وهون عندي كشي صيص كم واحد كم واحد ما في كم واحد طيب نجي على كم واحد كاف رنج عندي باش فمن الطلع لعندي البيش لهون عند البيش ومنعمل مربع مثل ما تعلمنا الدرس الماضي على انا يشيل اتش. نطلع لعند ال اتش. لهن. تمام? ما في ما في آلت. نطلع لعند الآلت. هاي الآلت هون. والالا اكي. بير اكي. بهالطريقة هاي. نوصل هيك. هيك. طبعا عدف ترى المتماتيك كمان بصير كمان مربعات. بس هلاق بنزل لون خطوط لتحت. من شان يطلع الخط. يكونوا مرتب بالمسطرة طبعا نشتغل بديء المسطرة. شو معنى المسطرة? تيتفيل. 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 بيكون. الشغل احسن وارتب. ولا معنى اتلونهم بيطلعوا اسا احلى. بس انا هلاق بحكم. ما يطول الفيديو راح فقط عملون هيك. انتي بتلونهم. بيطلعوا احسن. لونهم كلتهم بلون واحد طبعا. تمام? هيك. نحنا عملنا اه تيتفيلة طابلوسو وعملنا اه ستون غرافيجي. طيب مروا على السؤال البعض. السؤال البعض هو نفس الشي عم يقول لي هوني عم يطلب مني اه مين اه شوف رفقاتك شو بيحبه اكتر شيء. اه صون بهار وقش. اه هون عندنا ميوسيم. تمام? هون طالب مني او شي شو اعمل? سكلك طابلوسو. سكلك طابلوسو ما بده شيء. بس منكتب هون الشغلات اللي عملنا. ملي عليها استفتاء. خلينا نقول. وهون اه منكتب ارقام. ارقام. اذا اللي هون مكتب اه موجود كلام. وهون ارقام. هذا اسمه سكلك طابلوسو. طيب الكبهار مسلا نقول. اه الكبهار كم واحد بيحبه الكبهار? لو نفترض اه يرمي باش. مسلا يرمي باش كم واحد بيحبه الكبهار. لياز مسلا نقول. اه اون يدي. مسلا. الصون بهار. اه مثلا صون بهار اه اه اون. القش مسلا اه اه يرمي. فرضا. اكتب الارقام اللي بدك لها. بس مهم يكون الارقام هون مطبق مع الارقام اللي بك تحطها هون. هون عم مطلب مني الطلب التاني هو اغاش شامسة. اغاش شامسة مثل ما حكينا هلأ هون. بهالطريقة هاي. تمام? هذا الارقام اللي بيحبه الكبهار الكبهار كم شخص. بكتب الكبهار كم شخص يرمي باش. بكتب يرمي باش كيشي. ارنجي بصيري اللي بدك يا. اه الياز مثلا اون يدي. اون يدي كيشي. الصون بهار اون. اون كيشي. اذا اون كيشي بحب الصون بهار. والكش يرمي كيشي. يرمي كيشي. بها الطريقة هاي بيكون خلص هذا السؤال. ان شاء الله تعالى يكون واضح. اذا هاد اه 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 اي اه 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 شي ماسي. طيب من استفتائه. بعد ذلك يقوم بعمل بالشكل عن ماذا يستفتاء عن كاردش سايسة وكيشي لير كم أخ عنده قلنا هنا كيشي لير وهو كاردش سايسة كاردش سايسة كما ات嘚 كما قدت بارك كما اتوحك يقوم بعمل كل شي برامله يعني كل اه وجه من هاد بيمثل عشرة بيمثل عشر اشخاص يعني شو معناها الحكي هلأ باجي على بير كاردش بير كاردش عدد الاشخاص يلي عندن بير كاردش يلي عندن اخ واحد مسلا نقول مسلا نقول باجي انا بارسم هون وجه هيك وعم يضحك تمام اذا هيك كل وجه انا كاتب هوني تحت كل وجه عشر اشخاص معناها عدد الاشخاص لازم لما اطلع على هالشكل هاد اعرف انه عدد الاشخاص يلي عندن اخ واحد هني عشرة ليش لانه مو ما عندي هون غير وجه واحد مسلا هون اخين اخين اتنين اخوي مسلا نقول عديتن اه طلعوا معي من رفقاتي يلي عندن عدد الاشخاص يلي من رفقاتي يلي عندن اخوي اتنين مسلا نقول اطوز نقول اطوز بارسم وجه هون وجه هون وجه هون تمام فلما بطلع هون انا بشوفي اللي عندن اكي قاردشي اللي عندن اخين اتنين اه اطوز ليش لانه عندن هوني تلت تلاتي من هدول الاشكال الوجوه كل وجه انا عندي عشر اشخاص عشر اشخاص كل وجه بدل عن عشر اشخاص فان يرمي اطوز فعندي اطوز اه اه ارقاضية عندن اكي صدحين عندن اكي كان عندنهم كاريدش مسلا لامقول الاشخاص اللي من رفقاتي اللي عندن ان تلات أخوي لانقول يرمي لانقول لان يرمي لانطوز يبارسهم وجهين وجه هون وجه هون وحطوا لهون هالعيون واتتم هيك بيكانكم تختاروا انتو الشكل اللي بتحبوه انا هون مثلا اخترت نجمي هون اخترت اه وجه ممكن تحط قلب ممكن تحط اه مثلث ممكن تحط البدك يعني تمام مهم تكتب تحت هالرمز اللي بدك تشتغل فيه عشو بدل كل شخص على كم شخص بدل على كم شخص بدل طيب مروح السؤال الاخير اه طالب مني اني اشتغل بي اه طابلو طابلو تمام و هالاستفتاه هذا هاي لك هارجميل يعني مصروف الشهر مصروف الشهر اعملوا بي طابلو واعملوا بي اه ستون غرافي اعملوا بي ستون غرافي نحن هون راح اه نختار الاسهل اسهل واحد طبعا هو هذا الطابلو اسهل واحد بين الطابلويات هو هاد انه اكتب الكلمة والرقم هون اكتب الكلمة والرقم يلي هو السكلك طابلوسو اه راح نكتب بالكانطين مسلا نصرف لانقول اه اطوز ليرة هون عدد الليرات اللي يعمل نصرفها على نفس المبدأ اللي هاد على نفس السؤال هذا على نفس المبدأ اه يول بارس او يول اجرتي لانقول اه يرمي ليرة يرمي اه كرتاسية اه مثلا كرك ليرة فرضا وكمبرا بالحصة اللي بحط اون ليرة بحط اون ليرة تماما هيك عملتوا بشكل طابلو ما هو محدد لي شو نوع الطابلو لو قيل اللي مسلا سكلك طابلوسو لو قيل ايه مثلا اه 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 شامل طابلوسو بحط اون بحط اون شخطات مثل ما اشتغلنا هاذا اسكلك طابلوسو اه اه حدو ليرة شامل طابلوسو هذا الشكل سكلك طابلوسو وعندي هذا الشكل ومن صار هذا؟ هذا الشكل ناسيني طابلوسو. عندي ثلاثة انواع طابلو. هذا يلي فيه الرسمات ناسيني طابلوسو. تمام? وهون عندي يلي فيه الشخطات هذا وهون عندي يلي فيه الارقام شو سكلك طابلوسو. اما الاشكال اما الاشكال عندي اكتر من شكل كمان. عندي شكل غرافي. طبعا هذا هوني فقط شكل قرافي بس هذا ما بنعمل هيك بنعمل هيك بالطريقة هيك تمام منعمل هيك شكل غرافي. تمام? وعندي هذا اللي اشتغلنا فيه فوق. وين صار هذا هون? عندي هذا ستون غرافي. اذا شكل غرافي. الستون غرافي. شكل غرافي بدي يكون فيه رمز يدل على عدد الاشخاص او عدد المصروف او كمية المصروف او اي شيء تمام? بدي يكون فيه مهم ان ارسم اشكال شكل معين و الستون الرافغي بدي يكون في اعميدي مثل هيك اعميد وفي عنده الاغاش الشيماسي هذا الشكل تمام ان شاء الله تعالى يكونوا وااضحين طيب حلق انا رسمت بطريق التابلو اعملت الطابلو بالمصروف الشهري حلق بدي ستون مرافقية نحن على الكنتين كانت لديه اطوز نقوم بعمل عمود ونقوم بعمل اطوز سوف نعرض العوامية بركب يتطلع بأحلى بدل ما أعملوا المربع واحد سوف أعملوا المربعين مثلا نقوم بعمل اطوز ليرة سوف نذهب على اطوز نضع نقطتين اليول يرمي نذهب على اليرمي نضع الكرطاسية كرك نضع الكرطاسية نضع الكرطاسية نضع الكرطاسية والكمبرا نضع 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 الخطوط بأيدي طبعا يفضل بالمصدر احسن كمان لأن اليد بدل مهما كان وبعمل لهم اخر شي نوصل لهم بهالطريقة هاي بطلع عندي اعمدي انا لما بطلع بلاقي انه انا عم اصرف مثلا بهال مثال انا ضربته هلا نلاقي انه اطول عمود شو هو تبع الكرطاسية معانته انا عم اصرف اكتر شي اصرف للكرطاسية بالشهر طيب الاقل منه مباشرة هذا الاقل منه مباشرة اليول والاقل شي عم احط بالحصان طريقة هاي بكون خلص هذا الدرس ان شاء الله تعالى يكون نعم احسن نفيدكم بشيء رب يحميكم وفقكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة